مرحبا بكم الناس الكل شكرا على المتابعة رحبوا بذيفنا احمد هنيس وزير خارجية سابق وديبلوماسي مرحبا بيك اهلا وسهلا شكرا لك سيد احمد احنا طوى فما اخبار يقول انه رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة للمطار تونس قرطاج زيارة مفاشئة حسب بعض المواقع الاخبارية حبيتنا اعرف حسب رايك ما هو سبب هذه الزيارة وتوقيتها الان عادة انه اختيش ضيف صفة مفاجأة ينتقل رئيس الحكومة ولا وزير الخارجية ولا نظير الضيف في الدولة التونسية هل يعقل ان يكون رئيس دولة بشي حل في تونس عابرا من غير ما يكون مستدعي بصفة رسمية هذا ممكن يمشي بنفسه رئيس الدولة يستقبله هذا احتمال ممكن في مطار تونس كارتاج روه في المطار العادي يعني الاخر مغلوق الاخر مغلق ذيك عليش احنا قعدنا نسئله بغاية نجم يدخل من شيرة العادي متاع تونس قرطاج ويقطع الى الثاني اللي انا متصلين بعضهم فما فرضية اخرى احمد ونيس في علاقة بموضوع التحجير السفر والنيس اللي قاعدة تمنع من السفر ويقال انه بتنسيق مع رئيسة الجمهورية فم عمل امني قاعد يسير في المطار ايضا وفهمنا انه منذ 25 جوليا هناك التفاعل وتنسيق مع رئيسة الجمهورية في الموضوع هذا يمكن زيدا يقال وربط الامر بالمعنى هذية انها تكون زيارة ها كانون ما زلنا ما نعرفوش لو تتفاصل السبب احنا جزت خلطلنا الاخبار من تفقينا من جملة الاحتمالات من صورش حضور رئيس الدولة نفسه الا لقاء شخصية معنا بقامته في الدولة او زيارة اشياء معنا محتجزة وعندها طابع هام في مخزن ديوانة في المطار يحب يقلبها بنفسه هذا ممكن يكون اشياء محتجزة يمشي في نصف النهار هكا يقلب امر غريب على كل لكن اكيد عنده قيمة كبيرة ما فيش شك رئيس الدولة اي به احمد دونيس البارح رئيس الجمهورية تلقى زيارة لوفد امريكي ورسالة الرسالة مضمونها وقع تناقله وتأويله سياسيا كل حد كما يحب هتنرجو احنا للجمل اللي هي نجمو نعتبروها مفاتيح وانتي طبعا بعد احمد دونيس تقول لنا كان فاما معاني اخرى تحب تجلب الانتباه لهم اولا الرسالة فيها انه الادارة الامريكية تدعو قيسة سعيد للعودة سريعة الى مسار تونس كاديموقراطية برلمانية والحاجة الملحة الى تعيين رئيس حكومة مكلف ليشكل حكومة مقتدرة بامكانها معالجة الازمات الاقتصادية والصحية العاجلة اللي تواجهها تونس السؤال بديه يسيه البرشة احمد دونيس حسب رأيك هاته المعاني يمكن نفهم منها انه امريكا تساند قرارات قيسة سعيد وتقبل بالامر الواقع اللي يوم موجودة فيه السياسة التونسية او فما حث لتعديل نوعا ما الوضعية السياسية اعتقادي انا في الجوهر اصدر من واشنطن وان الادارة الحالية متفهمة اوسس القرار اللي اصدر في 25 جويل والغاية منه متفهمة هذا وهي تدعو من الاصل لا للتراجع عنه لكن الاكتماله فما فرق معنا ما همش طالبين من رئيس الجمهورية ان ينقذ القرارات اللي اخذها لكن انه يكمل الخطوات اللازمة اللي تأكد على ان الخيار الديمقراطي لا حياد عنه وهذا ما زال التكرار يرجع في هدايا لانا فما بعض تصرفات في الادارة التونسية اللي ممكن تدفع الى الحيرة في هدايا ثم ما فماش موجب للتأجيل في تعيين حكومة اللي تتولى المهام الخطيرة اللي تنتظر في الادارة التونسية معنا امثلة عليها مثلا الاحد الاول والاحد الثاني اللي وقاع فيهم اللقاح اللي كان مش فما دولة قائمة وسلطة تنفيذية ما نوصلوش ان نوحدو بين جملة من ضروريات متشعبة نسقو بينها ونوحدوها وننجحو في عملية من نوع التلقيح بالحجم اللي قمنا به بحيث ضرورة الدولة امر مهم وضرورة السلطة التنفيذية لا خروج عنها بحيث بفهم هذا من الصحة وغير الصحة ضروريات من نوع هذا متأكدة احمد دونيس انا بش نرجع للمثال اللي قلته انتي رئيس الجمهورية بعد 25 جوليا عندما اعلن انه هو سيمسك بزمام الامور والغى اغلب السلطة والمؤسسات وهذا واضح للجميع يقول القائل نجحو ايام التلقيح انتي قلت ما فما حتى مانع بش يكون فما رئيس حكومة وحكومة ان النجم نقول لك يمكن رئيس الجمهورية نفسه يريد ان يبقى على رأس السلطة التنفيذية اكبر ما يمكن من الوقت حتى تكون يدو مطلوقة عنده برامج هو الايقافات الامور هو على ما يبدو فما مخطط كامل قاعد رئيس الجمهورية متر جهل وهذا بدون الحديث على موضوع البرلمان والاستفتي لغير ذلك كان جينو ولكن في علاقة بالسلطة التنفيذية السلطة التنفيذية موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة بحيث حتى شيء ما يبنى بش تكون حكومة قايمة وبالتفاق وبالتنسيق وبالرضا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع أعضاء الحكومة يحقوا السلطة التنفيذية مفهمة حتى مانع في هذا مفهمة حتى ضرورة بش تكون السلطة التنفيذية جميعها محصورة في شخص واحد هذا ماهوش مقبول واذا كان بش نواصلوا في هدايا بش نعمقوا في الأزمة لأن التحرك الأمريكي ماهوش الأول اللي وقع يوم الجمعة الماضي معناها سبقوا تصريحات في واشنطن ثم تليفون من نائب رئيس الجمهورية ثم كلام من وزير الخارجية مباشر ثم رئيس مجلس الأمن الوطني الأمريكي واليوم عنا رسالة خطية من رئيس الجمهورية يقدمها نائب رئيس مجلس الأمن بحيث المفهوم من هذا هو أن الضغط متواصل على رئيس الجمهورية التونسية من أن الحالة اللي احنا عايشينها توا إنما هي حالة أزمة مايش حالة طبيعية هي حالة أزمة ويزم الخروج من الأزمة هذه كيفاش الخروج بتجاوز حصر السلطات منتع الدولة في شخص واحد هذا بش تقعد السلطات محصورة في شخص واحد أمر صعب في نظام ديمقراطي ثم التناقض بين الخيار الديمقراطي التونسي وحصر السلطات في شخص واحد أولا الشخص واحد هدايا ينجم يكون مستهدف ينجم يمرض ينجم يقع ما يقع كيفاش تقعد السلطات محصورة في شخص واحد يلزم توزيحها حسب المنظومة الدستورية في روحها إذا كان مش في لفظها به رئيس الجمهورية قيس عيد يعتبر أن التدابير الاستثنائية اللي تم اتخاذها تندرجه في إطار تطبيق الدستور وتستجيبه لإرادة شعبية واسعة لا سيما في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة رئيس الدولة حذر سيد أحمد دونيس من محاولات البعض بث إشعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس من يقصد؟ الحجة اللي تبرر اتخاذ القرارات من 25 جوانيا موجودة ومفهومة نفهمها في الداخل في الشعب التونسي ومفهومة في الخارج عند جميع الشركاء إلا واحد بركي ممكن تركيا ما يمنعش عندهم الحق يأولوا كما يحبوا بحيث التأويل اللي مشاه فيه رئيس الجمهورية معناها ما فماش يكون عكسه في الداخل ولا في الخارج والشهادات في هذية قوية لأن الجيش معناها بقى يحتكم لحكم رئيس الجمهورية ثانيا ما وقعدش مظاهرات عنيفة ضد الشيء هذية ثالثا ما فماش تدخل أجنبي في اتخاذ القرارات التونسي احنا قعدنا في احترام السيادة التونسية من طرف السلطة التونسية ابقاء التطويل والبقاء على هذا النظام إلى مدة عشرين يوم وأكثر هذية يدفع إلى تساؤلات وإلى تخوفات شرعية ما يمنعش وأن صدرت من معناها تفجير الأزمة يوم خمسة عشرين جويلة جملة من قرارات اللي كانت إيجابية وحقت معناها خطوات ناجحة اي احنا من إيجابة فما أخطأ مثلا اليوم الإنسان التونسي يعرف نفسه غدوة يكون في داره ولا غدوة يكون في السجن هذا ما هوش نظام ديمقراط الانسان التونسي تحكي على ما يحصل في علاقة بالإيقافات يحب يسفر ولا يحب يخرج من داره ولا يحب يتصرف ويجيوا يقولوا لا أنت محبوث على أنا أساس ويني الشرعية وراء هذا حتى وقع أعلمه سابقا مسبقا عفوا بالموضوع يجب يكون عنده علم بالمرجعيات معناها القانونية الصحيحة اللي من أجلها يجب يحد من حريته إذا كان عنده معناه هذا يجهز نفسه ويعين شكون يدفع عليه وهذا حقه لكن في المفهوم هذي مثلا نحمد ونيس أستاذ القانون ربح الأخرايف يقول أنه فما مفهوم الأمن القومي الأمن القومي اللي المنطلق متع كل شيء يمكن أن تصير إيقافات يمكن أن منع الناس منها الصفر لأنه فيها تهديد للأمن القومي لهنا ما عادش الاحتكام للحالات الفردية أو للمعنى الحقيقي للقانون هو أن العقوبة فردية ويجب أن تكون بموجب نص قانوني مسبق الوضع هذي كان الحالة العادية يعني أي نحن إذا كان ما ناش في حالة عادية يجب أن نأخذ قرار والقرار ما يجب أن يكون فردي يجب أن تجتمع فيه الصلط يعني مجلس الأمن القومي التونسي ويتأكد ويخلق وضعية قانونية اللي بيموجبها يمكن يقع تجاوز الحقوق الفردية الإنسان التونسي أي أحنا تعتبر أنه في حالة تجاوز حتى في علاقة بموضوعها ما ناش في حالة طوارئ توفر التجاوزات هذه ما ناش في حالة طوارئ تبرر معنيها ما تبررش ما فمش مجموع التونسي يزمو يبقى إنسان حر ويتمتع بحريته بيه أحمد دونيس باش نختمو في موضوع الرسالة اللي تلقاها رئيس الجمهورية الإجابة أو رد رئيسة الجمهورية حول هاتي الرسالة شنون نجمو نفهمو منها أنه رئيس الجمهورية يقول بعد تلقيه رسالة من بايدن أنه إرادة الشعب هي التي ستحدد ما سيحصل سياسيا في تونس المدة الجاية مع العلم أنه تونس ستظل بلد معتدل ومنفتح ومتشبث بشراكاته الاستراتيجية تعرف أنه الخوف من المواضيع ذات جيمة التدخل في السيادة احترام السيادة الوطنية بين الظفرين على أساس أنه الأمريكا لو كنت تحب توصل موقف معين مستحق جواب معناها وكل استعراض كيف همها قنوات أخرى ديبلوماسية وأنت تعرف ذلك سيد أحمد دونيس خرجت برشا أقوال في هدايا يجب أن نوضحه أولا ما نعتقدش أنه يقع أي تطاول على القرار التونسي القرار التونسي يبقى سليم ويبقى سيد ويبقى تونسي إلى حد الآن ما ريت الشيء معناها يوصل إلى يتطاول على القرار التونسي ما فماش هذا مصحيح ثانيا لما مجتمع معين مثلا المجتمع التونسي يقر وأنه يختار الديمقراطية فهو يدخل في عائلة ديمقراطية التي هي متوفرة في العالم في أكثر من خمسين دولة ويقبل باشتاقع حوار ومشاورات بين أعضاء الأسرة الديمقراطية في العالم حول الخيار الديمقراطي والثبات فيه ثانيا الحريات الأساسية ثالثا حقوق الإنسان يعني دولة القانون اللي يدخل في الأسرة الديمقراطية يقبل باشتاقع حوارات بين أعضاء الأسرة الديمقراطية حول هذه المعاني السابية اللي هو اختار طوعية ندخل فيها ابقى هل الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تدعي أنها ديمقراطية بل هي زعيمة الأنظمة الديمقراطية هل هي حقا ديمقراطية ولا رأيي الشخصي أنها ما هيش ديمقراطية ولو تتوفر فيها بعض عناصر تأكد على الحياة الديمقراطية وبعض من السياسات الديمقراطية لكن ما هيش متكاملة ما هيش متآلفة ما هيش متواصلة في الزمن ولا في المكان هي ديمقراطية معناها اختيارية معناها فما تتعامل بسياسة الديمقراطية مع بعض وتتعامل بسياسة التجبر والقهر مع البعض بحيث في رأيينا هي ما هيش ديمقراطية سيد أحمد الولايات المتحدة الأمريكية تمثل محور معين على مستوى السياسة الخارجية والمحورة ذية دي ما احنا نراقبه في تموقع تونس أو المسافة اللي تاخذها تونس من ذلك حتى في علاقة بالإسلام السياسي وهذا اللي تطرح البارح في الموقع التواصل الاجتماعي مثلا اليوم أمريكيا وقت اللي بشتساند قيس سعيد يعني أنها لا تدعم منذ ذلك الحين الإسلام السياسي في تونس ومن خلاله حركتنا فمشكون يقول لك زادة قيس سعيد يمكن أنه لا يستجيب للمطالب بمتاع الأمريكين لأنه يمكن عنده سياسة خارجية أخرى معنى مع محاور أخرى في العالم هذا حقه وهذا سعى واقعي ولا لا حسب رأيك القراءة تستقيم ولا سدعم اعتقادي أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية طبيعي لأن واشنطن تعاملت معنا تعامل جدي وإيجابي معناها طول الزمن وخاصة منذ أقرنا الخيار الديمقراطي وإلى حد اليوم الأمن متاعنا استدرك بعد موجة الإرهابات اللي تعرضنا لها بفضل مساعدات من التعاون الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ثم في جميع الأزمات اللي اقتعناها العشر سنوات الماضية وخاصة السنوات الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية عاونتنا على الأساس ثنائي طيب ولذا مصلحتنا أن نواصلوا في التعاون وفي الحوار مع النظام هذا تقدمنا تأويلها لفهم الأزمة اللي تخنى فيها اللي هي من نوع آخر وهي في نطاق الخيار الديمقراطي ما يمنعش أن نتقدم تأويلها نستمع إليها ونحتفظ بحق القرار السيدة التونسي ونوضح لها الحجة امتعنا ابقى قيس سعيد إلى حد الآن يتحاور معه لكن ما عنيش علم على ما عسى يكون النظام السياسي في تونس غدا وبعد غد الأمر ما زال ماهوش واضح أشقال معناه للجماعة الأمريكان أنه في المبدأ ماهوش خارج عن دولة القانون وعن الخيارات الديمقراطية والأزمة تملي أنه يتخذ قرارات بش يقطع دابر التعجيز معناها وال الفساد اللي انتشر في تونس هذا ينجم يكون عنده حجة قوية في هذا وينجم يكون مقنع وفي الشعب التونسي نحن مقتنعين من ضرورة العمل لكن ما زال ما اكتملش ينجم نكمل الخطوات اللي توضح هذا وتبيننا أشمش يكون النظام السياسي في تونس غدا ما نجموش نكونه تحت شخص واحد يحصر جميع الصلاحيات متاع الدولة هذا ماهوش مقبول واذا كان كيف ما قلت انتي غدوة رئيس الجمهورية يكون هو بيدو رئيس الحكومة هذا بش يقع معناها تصدي لمثل هذه الادعاءات بيه نمشيوا لأفغانستان أحمد ونيس حركة طالبان تعلنوا السيطرة الكاملة على أفغانستان واحنا نتحط طوى صايرة عمليات إجلاء للأجانب اللي موجودين غاديك أغلب الدول قاعدة تروح على أفغانستان فيها العديد من القراءات وخاصة دور الولايات المتحدة والدول المتداخلة في الأزمة هذية في الموضوع خليل الرقيقة قبل كان بحدنا وقال أنه اليوم أفغانستان ستصبح مركز لتجميع السلالات المتحورة لداعش وللإرهيبيين الكل بلاتفورم هناك من يهدف أنها تكون بلاتفورم لتجميع السلالات التي هرب من الدول الأخرى التي ارتحت منهم أولا نهني الشعب الأفغاني أنه تخلص من القوى الأجنبية التي كانت متمركزة في أرضه منذ عشرين سنة وفي هذا فهم بطولة أفغانية عظيمة التي أحرزوا عليها والرمز من وراء هذا ماهوش فقط إخفاق الجيوش الأجنبية التي اقتحمت السيادة الأفغانية منذ عشرين سنة ماهوش فقط الهجوم هذا لكن أخفق هالهجوم باعتراف باراك أوباما منذ انتخاب باراك أوباما كان معطرف وأنها استراتيجية متعبوش ماهوش ناجحة ويزي ويزي منخرجوا منها طيب ما نجحش باراك أوباما وماهوش بش نجح أي رئيس آخر في بقاء الجيوش الأجنبية على أرض أفغانستان بحيث الإخفاق كان معروف لكن الرمز بارتقاع طالبان في العاصمة الأفغانية كابل قبل يوم 11 سبتمبر يعني يوم الأحداث اللي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية تواعي 20 سنة وقت اللي وقع الهجوم على أفغانستان يوم 7 أكتوبر 2001 شكون كان في الحكم كانوا الطالبان وقع طردهم بعد أيامات يعني في نوفمبر وقع اليوم رجعوا في الحكم بحيث اليوم الرمز هو أن العملية منتع الولايات المتحدة الأمريكية ضد أفغانستان أخفقت وكأنها عملة عملة فارغة حطموا قدما حطموا لكن مبناء شيء شيء وإنه الطالبين الشعب الأفغاني يا سيد أحمد اليوم نتمنعه لغير الشعب الأفغاني اللي هو محتل أنه يحرز على تصفية الاحتلال مثل الشعب الفلسطيني الفلسطيني وغيره من الشعوب العالم إن شاء الله ربي يفتح عليهم وتتصفى أنظمة الاحتلال في العالم لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفها يسلطوا على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وعلى القدس وغيرها معنى الاحتلال دون أن يتوقفوا قدام أي قرار ينتسب إلى الشرعية الدولية وإلى القانون الدولي هذا الأول هذا الشيء الثاني نتمنى للشعب الأفغاني أن من اليوم أن نظام طالبان يفتح باب الإصلاحات ويدخل في إصلاحات كيفما دخلوا الدول المتاع العالم استقلوا وكسبوا السيادة متاحهم ويدخلوا معناها نظام متطور على حرية المواطن وحرية المرأة وحرية المرأة والتعليم وحرية المواطن الأفغان نتمنى لهم هذا نفهم فيك بالصحيح حركة طالبان تتمنى أنهم يعملوا إسلاحات في حرية المرأة نعم وهم متخلفين في فهمهم للإسلام الصحيح ولي قيادة السيادة على شعب أفغاني اللي هو يستحق الحرية ويستحق السيادة ويستحق التطور وتكون المرأة فيه حرة ومتساوية مع الرجل ويكون فهم الإسلام فهم صحيح ما هوش فهم متخلق حركة مسلحة تعتبر إرهابية أنت تتمنى أنها دولي عندها فهم صحيح للحقوق أنا أقول عندها حق عندها حركة مسلحة عندها حق بش تتصرف معناها في شؤون الشعب الأفغاني إذا كان الشعب الأفغاني يختارها بش تكون هي في قيادته بحيث إذا كان فما انتخاب صادق معناها وحر معناها يأكد على حكم طالبان في الحكم صحة لهم لكن نتمنى لهم أنهم يفتحوا باب الإصلاح ويدخلوا في سياسات إيجابية تحترم الحريات وتحترم حقوق المواطن وخاصة حقوق المواطن هنأعطيك كلمة تونسية أيب جاه ربي خطر هننحكم على صحة السياسة الإصلاحية بالنسبة للتنمية واحترام الحريات في معاملة الحكومة مع الضعيف اليوم مش كون الضعيف في أفغانستان المرأة اليوم المرأة ضعيفة كيفاش مش يقع التعامل مع منزلة المرأة الأفغانية طالبانتو مثل تهديد للمرأة الأفغانية للكونسبت المرأة في الدنيا سيد أحمد معناها سحيح أنهم هبطوا العلم الأمريكي وهم الآن أصحاب سيادة على أرضهم وهذا الفوز هذا فوز عظيم أي لكن الحقوق مهددة الحقوق الإنسانية هذه قوية مسلحة معني مش بش ندخلوا أحنا في شأن الأفغاني ولكن نعرفوا تاريخ طالبان واضح وجليل الجميع لأ أنت بترتاح لي وضعية المرأة والطفل في ظل حكم طالبان عمري ما تخلفت بش تشد بحق القضية التونسية من عام ثنين وخمسين من أول الدول اللي وقعت معنا بش نقدم قضية بفرنسا لأن فرنسا خرجت على احترام المعاهدة اللي بيننا وبينها من ماي 1881 أفغانيستان وقعت معنا في هذا وعمري ما تخلفت بش تعاون تونس في قضايا تونس طيب ولذا نحن نتمنى الأفغانيستان النصر في استعادة سيادة متاحها لكن نتمنى ولها نظام متطور طبعا نتمنى ولها نظام يقوم بإصلاحات ويتطور حريات ويدخل الفرح والحرية وثقافة الدولة الحرة والمتطورة عند المواطن وخاصة عند المواطن اللي بحكم الثقافة اللي قامت في أفغانيستان إلى حد اليوم هي المرأة الأفغانية إن شاء الله يطورها النظام اللي كان قبله اللي ما كانش نظام سيد تماما على أفغانيستان كان أدرج مرأة في الحكومة وكانت مرأة تحضر في المفاوضات مع الأفغان ومع الأمريكان ومع غيرهم أنا نشوف فيها السيدة هذه وأنا سعيد بظهور مرأة في القيادة السامية الأفغانية إن شاء الله اليوم معناها حظ الضعيف يقوى في نظام عادل ومتطور معنا وسيد وإحنا نهنيه باستعادة سيادة متعودة شكرا لك أحمد ونائي سياتيك ساحة شكرا لكم لكم الكل ما زلنا موصلين معاكم على الواحد وثلاثين ثلاثمائة وثمانين الف كلمونا من توا وتليفونيتكم تكون في المباشر نسمو رايكم علي ساير فش إن أساس الوطني والصحي كذلك وليتحبوا تقولوا هولنا لكل مرحبا بيكم باتشوال